طيب نكمل أخبارنا من نادي الزمالك مصدر في نادي الزمالك قال لنا أن نادي الزمالك بدأ يتفاوض مع البرامدز على محمود صابر نجم منتخبنا الأولمبي وحمل لعيب الوسط المهمين جدا في الكرة المصرية محمود صابر الزمالك مهتم بيه بس محمود صابر عنده كمان عرض من الرجاء المغربي والكلام أنه البرامدز ممكن يخش في صفقة أبادلية مع نادي الرجاء بخصوص لاعب موجود فيه أرجاء مقابل محمود صابر هل الصفقة دي هتتم هل محمود صابر هينتقل لنادي الزمالك الله أعلم الله أعلم بس لو الزمالك قدر يضم محمود صابر فهتبقى صفقة نجحة وكبيرة جدا جدا جدا